وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من دبي المحلل الاقتصادي فادي عبد الرحمن سيد فادي تجربة مجلس التعاون الخليجي الاقتصادية تجربة تحتذى في العالم العربي كيف تمكنت برغم كل الظروف التي وجهت هذه التجربة منذ التسعينيات وحتى الآن إلى تحقيق هذه الطفرة في التجارة البينية بينها الحياة مساء الخير أولا الحياة تجربة مجلس التعاون يمكن زي ما حدك ذكرت بالتفصيل وفي المقدمة المتميزة جدا تجربة استثنائية في المنطقة العربية يمكن هي مع تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة الحياة التحادية هي من التجربة الرائدة دولة مجلس التعاون الحياة يمكن زي ما حدك ذكرت تفصيلا قدرت أنها تتجاوز جميع التحديات الاقتصادية جميع التحديات السياسية يمكن كان فيه تحديات مهمة جدا أثناء الحياة حرب الخليج عاصفة الصحراء حروب الحياة اقتصادية بيترول معارك الحياة أو نقاشات يمكن سياسية بنشوفها آخر سنتين ثلاثة الحياة مع خروج قطر الحياة عن الإجماع الخليجي لكن الحياة رغم ده كله وجدنا مجلس ثابت الحياة راسخ متماسك جدا النهاردة أعتقد يمكن زي ما حالك قلت أعتقد أن فيه قرارات مهمة جدا ستصدر تمثيل الحياة متميز جدا من جميع الدول مجلس التعوان باستثناء قطر طبعا إنما الحياة أنا شايف إن احنا قدام مجلس قوي متماسك منذ نشآته الحياة على إيد الشيخ زيد بن سلطان الله يرحمه فهو مجلس الحياة متميز جدا بالنسبة للدول العربية كنا نتمنى الحياة أن يتواجد جميع الحياة المجالس على مستوى القطر العربي أو المستوى الدول العربية بهذا النجاح وبهذا التماسك ما المتوقع بالنسبة لقرارات القمة التاسعة والثلاثين المنعقدة اليوم في الرياض؟ الحياة مازلنا في انتظار يمكن زي ما حرك زكرت في المقدمة مازلنا في انتظار حياة وصول الوفود النهاردة يمكن حنشوف قمة مختلفة قمة استثنائية المنطقة النهاردة بتتكلم فيه تغيرات سياسية الحياة عندنا حصار النهاردة على النفط الإيراني عندنا الحياة قطر عندنا مواضيع مهمة جدا بالنسبة للمنطقة عندنا مشاريع الحياة مهمة جدا اقتصادية عندنا اصلاحات هيكلية الحياة قامت بها دول منطقة بشكل متميز جدا في 2017 وفي 2018 على رأسهم حياة كانت المملكة العربية السعودية برئاس في الملك سلمان وليل عهد الأمير محمد بن سلمان اصلاحات اقتصادية الحياة الجذرية في دولة الإمارات والهيكلة المالية بشكل متميز جدا اعتماد الحياة النهاردة واضح جدا دول الخليج على مصادر متعددة من التكلم على طاقة نظيفة بكرة يمكن حنشهد او بعد افتتاحات جديدة في المملكة العربية السعودية على مدن جديدة لحياة الطاقة الشمسية الطاقة المتعددة طاقة الرياح الحياة التحديات اقتصادية التحديات السياسية التحديات الاجتماعية نهاردة بننكلم على اعادة هيكلة المجتمعات الخليجية الوافدين سياسات السعودة سياسات التوطين في دولة الإمارات شكرا جزيلا لم يجحدي الفكرة وعذرة للمقاطعة قمة مختلفة قمة متميزة اشكرك شكرا جزيلا على محللات صديقتisine فادي عبد الرحمن كنت معنا عبر الاقمار الصناعية من دبي اشتركوا في القناة